بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وتهلاً بكم أهلاً بكل مشاهدي برنامج المراية استكمالاً لموضوع حلقة مبارح موضوع حلقة مبارح كان عن الثقة في الحب استكمالاً ليها إن شاء الله هتكون النهاردة هنتكلم عن مرة تعلق إحنا لقينا مبارح إن كان فيه تفاعل جامد جداً على الصفحة وكان فيه ناس بتسأل وقالوا إن الموضوع شايق جداً فما حبناش إن إحنا نقفله إلا ما نكون وصلنا معاكم كل الحلول فأنا هستنى أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام اللي بتواصل على الشاشة وعلى الصفحة الخاصة بالبرنامج وعلى الصفحة الخاصة بالقناة ولما شايفش حلقة مبارح يتابعها على اليوتيوب إن شاء الله هتعجبوا جداً وأنا في انتظار اتصالاتكم واستفساراتكم بس خلوني أراحب الأول بالأستاذة جهان حسين استشاري نفسي وأسري ومؤسس ومدير عام الأكاديمية الدولية للتطوير الزي أهلاً وسهلاً إحنا تعبينك معنا ومن مبارح عملين يجي لي أسئلة على حلقة مبارح ولما جيت أنا قلت لحضرتك حيك قلت لي إحنا لازم بقى نستكمل المعلومات كاملة ويبقى أفنى الموضوع كده موضوع كبير وبعدين أنا فجأت إن الأسئلة اللي جاية لي على الصفحة فيها شبه كبير جداً من أسئلة حضرتك اللي بعتها لي في تحضير الحلقة قلت لي عارفة الأسئلة يعني حسيت إن أنت زي الحالة متطورة عارفة تطور الحالة بيبقى إزاي ما أنا عشان أنا جات لي الأسئلة كتير جداً فقلت لي خلينا نتكلم عن مر التعلق لأن معظم الناس بتسأل في الحاجات اللي إحنا بعتها لحضرتك علشان تبقى دي محورية ما نطلعش بره الإطار لا إحنا أسئلة الحلقة هنقولها في الآخر بس في أسئلة هنجاوب عليها هنا ضمنياً بس الأسئلة اللي جات لي في الصفحة هنقولها في الآخر إن شاء الله بس أنا الأول عايزة أعرف من حضرتك إزاي ممكن أفرق إن أنا بقى ثقة في حلها شخص معين وثقة مش في محلها بس يا حضرتك أنا دايماً أقول في الموضوع ده حاجة لذيذة كده بقولها لهم في المحضرات يعني هو هو اللي خف من العفريتي يطلع له ولا من خف سلم صح أوه مين أكتر مين الصح طبعاً أنا سمعت التضارب كتير جداً وسمعت أوراق فيها كتير جداً وكنا بنقعد نضحك يعني في الجو ده لكن هي الحقيقة الاتنين أنا بعتبرهم صح بس حتى أمثال زمان دي أنا بحبها جداً لما قالوها الأمثال زمان لما قالوها قالوا ده في وضع وده في وضع من خف سلم لأنه الإنسان لازم ياخد حذره ولازم يخاف من بعض الحاجات لأن الخوف أصلاً فطرة يعني هو ربنا خلقه فينا نعمة أنا لو مش خايفة من نارها مسكها وأتحرق صحيح لو مش خايفة من أي حاجة يبقى أنا هعرض نفسي للمخاطر فمن خف سلم لأنه لازم الإنسان هو يخاف من بعض النقاط يخاف من النار والحساب لازم يخاف لكن اللي يخاف من العفريت يطلع له اللي هو الخوف الوهمي حتى هو قالوها إيه؟ إيه العفريت يعني حتى لو فيه جن بس هو اللي عايز أقولك أنك بتجيب خيالات يعني أنه خيال هتوهم نفسي هتوهم نفسي فنفس الكلام الثقة الحقيقية والثقة الوهمية أنا بعتبرها كده دايما الحقيقة مبنية على أدلة وقائع يعني حضرك لما وثقت فيها وقلت أنا وثقة في جهان وثقة كده وخلاص عشان بالإحساس وحبتيها وفهي كان فيه شواهد فيه شواهد الشواهد دي أفعلها بقى أنك أنت مثلا مثلا يعني لقتيها صدقة فأنت بدأت تقولي أنا وثقة أنها صدقة فبدأت تصدقيني على طول حتى لو كذبت هتصدقيني وصلت لهذا الحد لأنك على يقين أن أنا صادقة فلو مرة جذبت أنت مش ممكن مش ممكن هتخيلنا أنا بجذب لكن لو هي مبنية على الوهم هتلاقيني زي بيقولوا إيه يعني ببلفك في الكلام بضحك عليكي كل كلامي كذب ومع ذلك أنت مدياني ثقة عامية طب أنا تلميذة وأجرب معيكي فبدأت مثلا أعملي أختبر الشخص اللي قدامي يعني أنا في حينتي كده محاكي أنا ممكن أختبر الشخص اللي قدامي الأول في تصرف أو في الثين قبل ما أرمي في ثقتي عليه بصي صح؟ لا أنا هقولك حاجة هو جميل جدا الناس كتير برضو بتكلم في موضوع الاختبار ده بس أنا برضو مش بحيب أقول السبب أنا لو حطيتك دلوقتي في اختبار ممكن سقطك مع أنك أنت مش هتسقطي ولا حاجة يعني لو أنا عملت لك استرسم ومثل يعني تمثيل يعني أنا كان فيه ناس بتقولي على العرسان يعني وكده بيروح يستفز العروسة عشان يشوف ماذا تحملها طب ما أنت بتستفز ده ما هي ممكن تتنرفز وممكن تبينش طبيعاتها بس أنت نرفزتها جبت آخر ما عندها طب وانت ليه تبقى آخر ما عندي انت ليه متخانين لقدامك لو أنت جبت آخر ما عندي أنا مش هتنرفز هبقى بردة ليه لا أكيد ما فيش حد في الدنيا مش هتنرفز لكن أنا عايز أشوف شكلها لما يتنرفز الله أعلم ما هي ممكن تعمل معك رأكشن النهاردة هي في النورمان ما بتعملوش فأنت ليه تعمل حاجة برضو مش طبيعية ما تخليك على طبيعتك أحسن أنا عايز أقول مش أنك أنت تختبري أنا عايز أقول فاكرة من برح قلنا حتي قلبك في عقلك وحتي عقلك في قلبك أنا عايزك تحتي عقلك دايما في قلبك لما تحبي جهان حتى جهان صحبتك أو صديقتك أو تحبي زوجك أو تحبي ابنك أو تحبي حبي ما عنديش مشكلة بس ما تخليش الحب بعاطفة بدون عقي فكري في اللي بتقال أنا جهان بتقولي الكلام غير منطقي فلازم تفكري كان كتير مننا يعني وأنا واحدة من الناس يعني كنت الأول متهيئة لأن أنا لو إناس مثلا أنا بحبها قوي وقالت لي حاجة وأنا حتى أقولي أنا مش واثقة إن إناس مثلا صدقة أو كذا كأني كده أنا صديقة خينة إذا فكر في إناس كده يعني ده كان بيزن وإحنا ظن مننا مع أنه لا أنا لازم أفكر أنا معنديش حد كلام مسلم لازم أفكر لأنه أنا معنديش حد كلام مسلم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أفكر بيني بالنفس هل ده فيه أنا بيحبيني ولا لا مش هلا بيحبيني اللي بيقولهولي اللي بيقولهولي اللي بيقال فيه كلام بيبقى بيقال غير منطقي وده اللي بيفرق مين الصادق والغير صادق يعني نهارده حضرتك ممكن هكون أنا واحدة أنت بتحبيني قوي وأنا بنفقك الأهداف ممكن فأنتي تفضلي مغيبة أنت مغيبة ليه أو ثقاة جبتها منين من شوية بكش وكلام لكن لو عدت في الكارد شوية هتلاقي أني أفعلي كلها ما كانش فيه إخلاص العقل أيوة طبع التفكير نحط العقل في قلبي أصلا أنا بذكر معاهم خليك أنا بذكر زي تلمزة حضرتك أيوة حط عقلي في قلبي ممشيش وراء قلبي على طبع أستخدمكم أنا مبارحكم أنت حطين صور ما كاملناش كلها عشان نكمل الحلقة كان فيه آر ثورة ثورة رقم أربعة آآ لو تدروا جهدوها يا جماعة ثورة رقم أربعة تغيير اللي هي حط تفكيري اللي هي لازم أفكر ما ينفعش ألغي تفكيري التفكير طب هل في شوين بارح قلنا هل في علاقة ما بين المشاعر والتفكير فاكرة سؤالة كنا لسه بنكمل المشاعر والتفكير في صلة بينهم ما فيش مشكلة عالمة أهو يا دي غير تفكيرك غير تفكيرك هتتغير مشاعرك يعني إيه النهاردة ممكن تكوني بتحبيني قوي قوي لأنك مغيبة أول ما تفكر يسنى ممكن ما تحبينيش على فكرة أو العكس يعني أول عكس بستقصد ممكن فجأة تنتبهي إيه ده دي كذبت علي في كذا إيه ده إزاي قالت كذا إزاي لما قالت كذا أنا صدقت وما خدتش بالي من كذا على فكرة إحنا دايما باللاحظة الحكاية دي في نهايات العلاقات أيو تبتدي ببصي بقى بعين تانية تبتدي بقى مرشدير تبتدي بقى بعين تانية أيوة تبتدي ترجمة فلاشباك بقى وتبتدي الصور تيجي بقى والمشاهد تيجي قدامك لأ وحصل كذا يوم كذا وأنا مخدتش بالي وكذا ترجع الكلمة وتاخد بالك من البصة وتاخد بالك من الكلمة وتقولي دي كانت بصتها وحشة وكانت طريقتها مش كويسة وبالتالي لو غيرت تفكيرك هتتغير مشاعرك هتتغير اسلوبك هتتغير نتائج بس ماقدرش عايش برضو بزن كده مع الناس ولا حيكتوصد الفترة الأولانية أشكرك ليه بقى خليني ده أفتح لك حاجة كده أنا بقى إحنا بندي كورسات اسمها علم الفراسة الفراسة اللي هي تحليل الشخصية من الوجه ففي حاجة اسمها الفراسة الإيمانية احنا في الأول خالص بنتكلم عن أنواع الفراسة والقصة دي فبنقول الفراسة الإيمانية قبل ما أتكلم أصدع عن الوجه بأول حاجات دي كلها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله بصيرة حلوة أنا دايما بقول لهم حاجة في الموضوع ده زي نفرق ما بين سوء الظن والبصيرة أو اللي هي الفراسة الإيمانية لازم أفرق فأنا دايما أقول لهم إيه امشي وراء إحساسك وصدقيك صدقي إحساسك أحساسي بيقولني أن كل الناس طيبين بس أنا بأكمل لا أحكملها بسي بناكملها طيب كملي صدقي إحساسك وكذبي ظنك يعني إيه الفرق كبير بين الاثنين يعني أنا النهاردة ساعات بتتعرفي على حد الأول مرة ورغم أنك بتعمليه حلو وحسد أنه طيب وزي ما أنت بتقولي إحساسك أن كل الناس طيبين عشان أنت طيبة فشايفهم بعينيكي فالنهاردة تلاقي قلبك عمال مش مرتاح عمالي صوت بيردد جواكي كذاب ما تصدقهوش هيسرقك ما تأمنيلوش ما تبتلوش ما تعملوش ما تسويلوش مع أن أنت مش شايفة منه حاجة وحشة ولا أنت سيئة الظن غير الإحساس ده الإحساس الإحساس عمالي بأعكس عمالي نطف قلبك وحاجة كده عمالة تتعبيش حاجة مش مريحاني حاجة مش مريحاني آه في همتها تصدقيني أنا في همتها حاجة مش مريحاني دي تتقالف دي أيها 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 لو جالك الإحساس تجاه أي شخص أنا مش هقولك ابني على الإحساس عشان ننتبه على النقطة دي لأنه مثلا أنا هنفترض وأنا دايماً أحب أقولي المثال ده عشان أوضح النقطة دي جدا لو إحنا عندنا قاضي جاله واحد المفروض كل الأدلة ضده لكن القاضي عنده إحساس إنه بريء إحساس بقى عمال يقول بريء الرجل ده مظلوم نفس الإحساس برضو عمال ينطف قلبه لكن كل الأوراق وكل حاجة بتقول إنها بتدينه هل القاضي يحكم بالورق ولا يحكم بالإحساس لا يتقصى كويس بقى برافو عليك ها دي ده اللي عايز أقوله نفس الكلام أنا شرعاً ما ينفعش أبني على الإحساس ما ينفعش القاضي يحكم بإحساسه القاضي المفروض يحكم بالورق فالصح الصح قدامه لو هو شاكك إنه يعمل عملية تأجيل للقاضية ويتحرق لحد ما ينطق بالحكم الصحيح نفس الكلام أنت عندك إحساس إن جهان مش كويسة خذي حزر بس ما تحكميش أكيد إنها مش كويسة تمام تمام يا دكتور طب نعناك بسوان عليكم السلام عليكم السلام عليكم بقول لك تقولي الواحدة كل شوية تجي تقولي دفلنة بيحب كي دفلنة بيتتكلم عليك دفلنة بتقولي عليك بتخليني إن أنا أبصي للبناء أدمن مش عايزة بصي لها ولا عايزة أكلمها تمام يعني يعني حضر أشالة من البناء أدمنة دي مش عايزة أكلمها فيهمت السؤال بس بقول إيه لا ممكن أن تتشالت عليها بتوقعنا في بعض تمام تمام يا حبيب السؤال واضح وهمي الدكتورة فيهمت سؤالك وهتجاوب عليك شكرا لتصالك طيب أولا نبصي أنا دايما نقول برضو عشان نجوابها على طول إحنا الله العظيم ده ورجعنا للشرع كل حاجات تبقى زي الفل هو ده 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 منهج الحياة والله ده حياة فحضرتك أولا لا يجب أنك تسمعلي فاسق أبدا أنا أعتبر هذا فاسق حتى وإن كان صادق يعني لو كانت بتقولك حدا بيقول عليك وهي صادقة فهي فاسقة مش هتما كلما بلغك لا لا لو هي صادقة لا لو هي صادقة تبقى فاسقة صحيح فاسقة لأن الأصل إن إحنا ما نعملش واقعة لأن دي بتعمل نميمة والنميمة أبشع من الغيبة يعني الناس على فكرة ده من تقول إحنا هننم شوية رابطين إن النميمة هي الغيبة لكن الغيبة حاجة والنميمة حاجة تاني فاللي هي بتعمله صراحة دي نميمة فما ينفعش إن أنا أسمع لها أصلا وبالعكس بقى أعمل إيه يعني رد الحاجات دي كلها أبتدي أصد معاها وأبتدي أرد عليها الردود تزهقها يعني تخليها مطررش يعني تقول لها إيه بالعكس أنا بحبها أوي ده الكلام ده ما حصلش طب أنا هروح أسألها أزنقها يعني أحسسها لازم أوقف طب معنا اتصال قالوا أيام هنا السلام عليكم عليكم السلام أهلا وسهلا سلام عليكم سلام عليكم فضلي يا حبيبتي الدكتورة معيك أنا عايز أسألك يعني لو واحد عهدت بعهد الله وخرف بوعد ده حكمه إيه معلش واحد إيه حيكسمها يا دكتور يعني واحد كانوا عهدت بعهد الله ميسدنيش وبعدين سادني ده حكمه طيب خلص مش هجاول تمام خلص شكرا لتصال عليك حبيبتي طيب خلينا بس ما بدأين نقول نقطة هي بتقولي ده حكمه إيه هي واحد بتقول واحد عهدت بعهد يعهدت عنه ما يسيبهش وبعدين سابها ده حكمه إيه خلينا بس ما بدأين نقول إن أنا مش أهل الفتاوى يعني أنا لسته مفتيئ إطلاقا يعني ولا الكلام ده اللي علماء مش ليا كلمة حكم يعني كيان أنا هقول عليه حكمه إيه أنا مش هتكلم في الحكم بس أنا هقول حاجة خاصة بقى بالجزئية بتاعتي بتاعتي الإرشاد الأسري يعني هو العهد المستقبلي ما ينفعش بس مش عهد أصلا يعني أنا منفعش إن أنا جا أقولك أنا أوعيدك إن عمري ما هسيبه حاجة في المستقبل عادي أستحاجة أنا لا أملك قلبي يعني هو عهدك وقتها كي يكون كان عهده صادق وقت ما كان بعهدك على الاستمرار لكن حصلت تغير في قلبه وحصل إنه كرهك لأي سبب من الأسباب أنا مش بقول إنه كرهك بس أنا معرفش إلي حصل في حياته حول قلبه وإحنا قلنا القلوب بين إسباعي الرحمن فهو قرر أن يتركك فإذا قرر ده ده ليس مخالف للعهد لأنه حتى لما ربنا سبحانه وتعالى إن أردتم استبدال زوجي ما كان زوج يعني أنا من حق الراجل أنه فجأة عايزة تزوج امرأة غير زوجته لأي سبب أنا معرفش أسبابه وحياته وكل اللي هو أسبابه دي قصة تانية يعني دي قضية تانية بنتكلم في تفاصيل لكن في العموم من حقه إنه هو يترك زوجة ويتزوج بأخرى ومن حقه الجزئي دي حق يعني حتى الخطيب من حقه دي بالمناسبة يعني بنات كتير بتكمل جوازة لأنها محراجة تسيبه بعد ما تعشموا كلام غلط جدا وشباب كمان بيكملو جوازة أه وشباب لا الكلام ده ليس من الشرع أصلا يعني أنا من حق إن أنا وفقت النهاردة حد يقولك زلمتني طب وفقت ليه طب علقتني بيك ليه طب مش عارف إيه فيش كلام ده خالص أنا بس يا جماعة في نقطة مهمة يعني عشان بس لو حد يش يمسك في كلامي يسيب حتة الأساس النية ارجعوا للنية مبقاش ألعب البنات مبقاش ألعب البنات مبقاش ألعب البنات مبقاش أقول أدخل البيوت وقعد بقى معلش أتكلم مع ده وبقى طلعت على أسرار بيوت وعملت حاجة كتير وآخر بقى بسهولة جدا معلش سوريا سنها هروح لا مبقاش الموضوع لعبة أنا داخل جد ونيتي استمرار أو بتزوج امرأة ونيتي فعلا استمرار وبعدين حصلت بقى أمور ثانية في ظروف حاجة كتير بعد تحصل آآ آآ بس طيب أنا سعليك سؤال آآ تبدل ونطلع نفاصل وحيك تجاويني بعد ده الفرق بين الحب والتعلق تمام تمام نشي نروح فاصل ونرجع تاني أو نروح حب أي حفظ نستني أكبر بابا بابا أنا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل نالك ماشي بتكلم نفسك ليه تعبان جدا من إيه طيب من كل حاجة هو فيه أي يفرح في الدنيا خنقات البيت وطلبات العيال ومشكل الشغل حتى الفلوس مش بتكفر طيب اهدى بس وسبها على الله خلاص أنا تعبت الواحد ينتحر ويخلص ده الحل الوحيد سبنا أنا مش عاوز أتكلم مع حد لا طيب استنى هقولك على حاجة انت محتاج حد يسمعك هو مين بيسمع حد اليومين دول كل واحد مشغول في حاله طيب اسمع بس الموضوع سهل انت سمعت عن دكتورة جيهان مين دي يعني؟ دي يا سيدي استشاري أسري ونفسي انت فاكريني مجنون؟ لا لا استنى بس انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتهى البساطة يا سلام ببساطة كده؟ هيوة انت خسرا إيه وأنا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني أصل عمر الانتحار ما كان الحل الأكاديمية الدولية لتطوير الزاف اختلفت سريتا ميودة اهلا بكم مرة تانية ولسا من ورانا الدكتورة جيهان حسين حقيقة نوقفنا عند السؤال اللي هو إيه الفرق بين الحب والتعلق كويس أنا دلوقتي عايزة أقول لحضرتك على حال الحب يوصلك للراحة التعلق بيسبب بالألم يسبب بالألم طب أنا أفرق بينهم ازاي؟ لو بتتقلمي لولا لقى اللي انت فيها ما فيهاش راحة قلبك متقلم ومع ذلك مكملة مش قادرة تفرطي تعرف ان تجوابتيني على سؤالك وتدائما بتسأله النفسين والله والله العظيم أنا بتكلم باللسان حال المشاهد بس أنه هو واحدة مثلا زوجها بيعذبها بيضيقها بتحبه ازاي يعني؟ أقول طب بتحبه ازاي؟ أه تعلق هو بصي التعلق بالزبط أنا هو بالزبط بالزبط إدمان اه ادمان اه فأنا عارفة ان السجرة مضرة لك أنا مش قادرة أسابها أه أنا عارفة ان شخصي دي بتأذيني بس أنا مش قادرة أفرط فيه أه أنا عارفة انه بيجرحني بس مش قادرة أبدا عنه أه أنا عارفة انه مش مديني حقي بس مش مهم بس أنا مهم ما قادرش أفرط فيه دي دي مشكلة التعلق لو انت حاسة انه انت في حد بتترددي وانت قبل ما تكلميه أقول له وعلا ما قلوش لاحسن يحصل خناء لاحسن يحصل مشكلة عارفة الدنيا انت مش مرتاحة فيه شيء مش مريحك التجانس والعلاقة اللي هي بين زوجين تحديدا يعني فيها تجانس وفيها تفاهم مش بقاش فيها تخوف يعني بقاش مليانة خوف ومليانة رعب اللي أحسن يعمل والأحسن يسوي وهي وهو شيء الهمها اللي أحسن تنكد عليه يعني ما فيش الجو ده خالص انت تلاقي راجل كتير جدا حتى راجل مش بس ست شيء الهم زوجته مثلا ما تعرفش حاجة خاصة بأهله علشان مش عارف ايه الحب طبعا الموضوع مختلف الحب بقى فيه تفاهم الحب الصحيح يعني المفروض ان يكون فيه بينهم تفاهم عشان كده مبارح قلتلك لما يجوا يختاروا خصوصا في المدوات الزواج ما ينفعش النسبة تكون أقل من مية في الماء أقل يعني ولا تسعة وتسعين ونوص قناعة اننا لازم يكون مقتنعة بالشخص انه هو متوافق معي بيئته توافق بيئتي ما جيش احنا بنشوف ناس كتير جدا معظم المشاكل بالكلها يمكن مبنية على اختلاف بيئتين حتى لو كانوا قريب عشان بس معايا حد شيء يتصل يقول لي طب ما انا متجوزة ابن خالتي ولا ابن عمتي ومع ذلك هي بيئتنا واحدة ومع ذلك احنا مثلا كذا احنا ممكن نكون بيئة واحدة لكن حتى الخلات والعمات والحاجات دي كلها مختلفة طريقة التربية بقت مختلفة مستوى المعيشة انت واختك مثلا كنتوا طالعين في بيت واحد فانتوا الاتنين اتجوزتوا رجلين من عيلة تانية فهي تجنست مع عائلة زوجها وانت تجنستي مع عائلة زوجي فأصبحوا أولادكم مختلفين فلما يجوا أولادكم يتجوزوا البيئات مختلفة برضو والدنيا اختلفت وطريقة الحياة اختلفت بلاش ممكن هكون واحدة راحت سفرة امريكا فبقى الابن او البنت اوبن مايند يعني وكده وهنا مثلا مخه صعيدي مثلا يعني فهنا هنجي نقول ايه هنقول لان هنا استحالها هيحصل تجانس رغم ان هم أولاد خالع أو أولاد عمه يعني فهتلاقي الدنيا بالنسبة لهم مش قضية ان احنا قرايب ولا مش قرايب مفيش تكافؤ مفيش تكافؤ بالزبط ممكن يبقى اغراب بس في تكافؤ اكتر مستوى معاشتهم واحد طريقتهم واحدة فكرهم واحد مبادئهم واحدة مدرستهم واحدة درستهم اه كده اقولك حاجة النسبة حكلالة لو اتنين حرامية تجوزوا هيبقوا متكافئين ايه دايما المشاكة هتلاقي واحد بيقول حرام والتاني بيقول لا واحد بيجذب واحد بيقول ما يجذبش دايما واحد فيه باتنين مش ماشين في طريق واحد بغض النظر عنه الطريق صح ولا غلط يعني انا دا اللي قصدي عليه هتلاقي معظم الناس عشان كده فيه ناس كتير جدا تيجي تكلمك يعني واولادنا تحديدا يعني طب يا ماما هوق فيه ناس مش متدينة اصلا وعايشين عيشها حلوة ومتفاهمين ومتطلقوش ما حصلش اي حاجة طب ليه هم متجنسين في الغلط مش قضيتنا يعني مش دا دليل على انهم صح ايه هم متكافئين في حاجات تاني متكافئين انه هم يعملوا الغلط متكافئين انه هم قابليني ياخدوا الحرام قابليني يعني يعني لو راجل راح لزوجته مثلا وقال لها انا باخد رشوة هي قابلة يبقى دي قضية خلاص هو في بينهم ميكس مش بتكلم في قضية الحرام بتكلم في قضية انه هم رحمين بعض او عجبهم كده ورديين لكن دايما الخلال بيحصل من واحد فاسق وامرأة صالحة طبعا من التنافر هيتلاقي هي هو مثلا عايز نعمل حاجة وهتقول له لأ حرام بلاش ناخد مثلا حرام هو هي عايزة تلبس حجاب هو بيقول لها لأ ما تحجي بيش بغض النظر عن القضية العامة والحاجات دي كلها بس هي اساس ايه واحد بيصليه تاني بيصليش واحدة بتعمل هتلاقيكه والمصيبة بقى الأكبر بتبقى على الأولاد يعني بيحصل طفل هنا ممزع بين الصحب انا بحب بابا وماما انا بحب بابا وماما والاتنين بالنسبة لي مصدر مصدر الثقة والأمان بس بابا بيقول لي اجزب وماما بيقول لي ايه واع تجزب حرام طب هو حرام هسمع كلام مين هو لسه طفل فمن هنا بيطلع الطفل المهزوز اللي معارفش الأساس وللأسف ممكن ياخد مصدر ثالث خالص ويسيب أبو واما دول ان هما دول بالنسبة له بيشدوه ويروح بقى يسمع واحد صاحبه ولا يسمع حد دم الشارع ممكن يبقى مصدر يعني ما يعلم بيقل ربما طبعا طبعا نحن نشوف في المجتمعات حاجات كثيرة زي كده فالحب ما يعملش كل السرعات دي ما يعملش كل الخلافات دي حتى الحب يؤدي للتفاهم حتى لو اختلفوا هيؤدي للتفاهم يعني ممكن يختلفوا في لون اللبس مثلا لكن مش هيتخنقوا مش هتبقى في بينهم أزمة كبيرة الأزمة مش هتبقى أولا في السوادت فمش هتبقى معاناة وهيبقى في تفاهم في طريقة التعامل هتلاقي تقريبا ميولهم واحدة تجاهتهم واحدة في راحة التعلق لا التعلق رغم الخلاف ده الأول بيئي ورغم أنه أنا عارفة أن الشخص ده يمكن لو أنا سبته هعيش مرتاحة وارجع هلاقي نفسي كده لكن متشبسة بيه ده فالأجبير جدا بقى بين الحب وأنا كده فهمت العلاقة لو مش مرايحاني وأنا متمثقة بيه يبقى أنا كده متعلقة مش بحث هقولك حاجة أنا برضو نصيحة عم يا جماعة كل شيء فعلا ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل يعني النهاردة لو أنا علاقتي صفية معاكي وانتي صفية معايا هتدوم مئة سنة حتى لو سافرنا وغبنا وبعدنا هنرجع وتلاقي سبحان الله ربك بيجمع كامل حتى لو سافرنا وانشغلتنا الحياة لكن العلاقة اللي فيها مصالح وفيها أهداف فيها واحد مخلص واحد مش مخلص تأكدي يعني هي لا يمكن تحصل موضوع التعلق ده إلا من واحد مخلص واحد مش مخلص صدقيني وبعدين هقول لحضرتك على حاجة والمخلص هو المظلوم هو المتعلق هو المتعلق ومتأثر ومستعمل العلاقة هو المتعلق هو المتعلق هو المتعلق عشان كده يعني اعرف انت ان مدام انت تعبان كده وعمال متعذب التاني مش متعذب التاني ما يتكيف نقول بقى لازم توقف العلاقة فورا بدام كده فهمنا ان هو ان هو تعلق هقول لحضرتك حاجة برضو انا مش عايزة اقول لحد وقف العلاقة فورا لان انا دوري انا مش مرتاحة دوري دوري يعني انا دوري مش اصدر اردر على حد انا معرفش طبيعية كل واحد وحايته عشان بس ما يبقاش من كلام او نركعها للعقل زي من حضرتك قلتي ما يبقاش من موقعنا هنا احنا بنخرب بيهود او بنعمل حاجات لانه خلي بالك يا موجتي تقولي كده حلوة اوي بقى انا صح لا تفتوى بالطلاق لا انا مش عايزة كده خالص لا لا اللي عندها قدرة على التحمل تتحمل بس انا كل اللي طلبها كل واحدة تحطها عقلها تعمل توازن لنفسها تبص في المراية تسأل هي عايزة ايه هي فعلا بتحب الشخص ده ولا هي متعلقة هي فعلا معجبة بصفاته ومؤمنة ديه مش احنا قلنا الثقة بالنفس او الثقة معناها الايمان بالقدرة على فعل الشيء عاليش معنا مكلمة دكتورة الو ايوة ميرال الو سلام عليكم عليكم السلام اهلا وسهلا اسهزا ميرال ازاي كم انذا مينة اهلا وسهلا ازاي حضرتك الدكتورة معايك تفضل لي سؤال عايزة سأل الدكتورة سؤال هل التعلق ده والتعود او مرض او ممكن اتعالج منه ارا هقولنا هو ادنين ماشي هل التعلق يعني متعالج من انسان اوي اوي او ده طبيعة من الصغر بتاع تتعلق ساي حاجة مش مصعب مش مستهر ان انا اصيبها. هل ده ده اعلاج? طبعا. 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 الدكتورة جابة لحضرتك. شكرا لتشغلك. طيب. احنا ده نفس الجزء اللي انا كنت بكمل فيها فكرة انا احنا قلنا التعلق ده يعتبر ادمان. معلش يا دكتورة انا اسفة بس الكلمة اللي انا قلتها لحضرتك اللي ايه اوقف العلاقة فورا. انا بقول كده ليه? انا بقول ليه? لو واحدة متزوجة وعندها اولاد دي حساباتها حسابات تانية خالص. لا يا فندم. لا معلش. ليه بقى? حساباتها مش تانية ولا حاجة يا جماعة. يعني انا اصد تقول لي حضرتك. لأ انا اصد توقيف العلاقة كنت اصد على ايه? ما يكون حد من ولادنا او بناتنا مش مرتاح في خطوبة. لسه او مشروع ده. الامر سهل. ده قلتي. يعني ده ايه يا كده تفهمت ان هي مش بتحبه او ان هي مش بتحبه. او اوه مش بيحبها. ده اللي كان قصدي على توقيف العلاقة. ولا كده يبقى غلط يعني. لا مش قصدي كده انا قصدي ايه? اه عشان كده قلت لحضرتك. انا ما نفعش نقول وقفي ونصدر قرار اردر على كل الناس. اه. لان الحالات مختلفة. ايه. فانه هارده في حالة مخطوبين. مسلا يعني. ايه. ممكن تكون يعني انتي بتقولي على مسلا الخطوبة. ايه. ممكن تكون كم متعلقة بيه قبلها عشر سنين وضيعت ميت عريس وسنها كبر ومنفعش برضو. احساسها نفسي ان مش هينفعسيه بعد. اصدك ان كل واحد لو زجو. لو حالة. طبعا. طبعا. انا. كل ده كلامك صح. بس انا هنا براعي الجانب النفسي. انا عندي جانب نفسي للشخصية. انا مش هقدر اتكلم على شخصية جهاني. انا منفعش اللي يجي دي استشارة. هاكلهم هيبقوا ناش جهاني. انا مش هيبقوا ناشي بشخصيتي. ايه. انا مش هقول لها اي حد اعمل اي حاجة. انا هقول له ازاي تفكر. ازاي تاخد قرارك. ازاي تكون انت صاحب القرار. ويكون مسؤول عن النتائج. لان خلي بالك النهاردة كلمة اللي هقولها. هيرجع يقولك تعالي بقى امسك فرقبتك انت لو قطيه لتطلقي. او انت لو قطيه يكملي. او انت لو قطيه يتجاوزي. او انت. انا هتفهمل بس الطريقة. انا فاهمة. او اصليك ازاي تاخدي قرارك. صحيح. لكن انا منفعش هقولك لا ده منفعش اطلاق. يعني القرار بتاعك. بس يعني القرار بتاع الشخص. قرار بتاعك. بس هتحكمي. اه بس هتخديد زي. انك انتي لازم تقفي مع نفسك واقف. اول حاجة نقف في المراية. وده اللي انا كنا متكلم فيه. انك تفهمي نفسك كويس. تفهمي انت عايزة ايه. هل هو بتديك اللي انت عايزة ولا انت متعلقة بيدي. ايه الجانب اللي انت حباه فيه قوي وحسنة صفة جميلة. ممكن تعلق مش جاي من فراه. ممكن تكون مسكة في صفة حلوة. حتى لو كانت الصفة دي منه غير صدقة. يعني حتى لو كان بيقولها كلام حلو. مثلا يعني. وهي عايزة ليقولها كلام حلو. حتى حتى لو كان هو منافق. او بيقول الكلام ده علشان غرض غرض ما يعني. ممكن تكون بتفكيرها يعني. انا عندي اللي بيقول كلام حلو ده بالدنيا وما فيها يريحني. خلاص طالما انتش لو شفتي ان دي صفة. خلاص يعني يعرفي بقى لهو زوج يعني خصوصا لهو زوج يعني. خلاص يبقى انت هتصبر بتحتسبي وتعرفي ان دي مزايا فيه الحمد لله. وان احنا نصبر بقى وندور على بقية الصفات الوحشة. انه عليجها ازاي. لكن لو هي قصة. ان هو تعلق وهمي. يعني ما عادة فكر. على فكرة المتعلق عادة. لما بيعد يفكر. بيكتشف ان ما فيش صفة اصلا حلوة في اللي بيحبه ده. اساسا والله. يعني ما بيلاقيش حاجة عز. اصلا. يعني ما بيلاقيش مسلا. اه انا بحبه عشان بيهم كزا. انا كنت متعلقة بيها عشان كزا. لأ مش هتلاقي كده. هتلاقي ده جان انتي كنت عايشة في دل ومهانة. ووهمة نفسي. ايوة ووهمة. وفي تحطيم ذات وفي عدم تقدير وعدم نجاحات. بسبب شخصية هي اساسا انتي مش في بالها ولا حطاك في الحسابات. حطاك في حسابات الهدف شخصي بس. لكن اكتر من كده لا. اي. تمام. تمام. بس اكتر. استاذة ميرال. اه احنا بنقول ان التعلق مرض انا بعتبره ادمان. هل علاج طبعا بما اني انا عندي علاج ادمان انا عندي علاج طبعا للتعلق. مرض يعني هي برضو بتالي كان بتسأل حضرتك يعني ازا كان في حد بيتولد بي يعني ده طبعه. لا لا. مرة هي اصداك كده? بتهيق لي مش عارفة. لا انا ما فهمتش من السؤال كده. اه. انا فهمت ان هو هل ده مرضي يعني. بس انا هقول حاجة يعني كويس برضو ان انت. هل في ناس عندها المرض ده? يكون انا عندي مرض ان انا اتعلق بحث. اه يعني هم سمهاش بقى مرض. هنا. اسمه. اه. اه. معلش نخد امشايماء. بس مش عايزين ننسل. لا 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 انا كتباهو ما تليش حيك. اهلو اهلان امشايماء. اهلان وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام عليكم السلام. اهلان وسهلا بحيك. وحبيب بخير. صحة والسلام. انا بحيى حبراتكم على الجنامج الرائزة. جزيك الله اه. معلش رجل ايه? رجل ايه? معلش نشوت مش واضح حبيبتي. انه متزوجه معها اولاد يعني هو ما يمسعش من حبيبتك اتعلق نفتك بحد تاني يعني ثلاثة. هو بيقول لها علاقتي بك اه. علاقتي بامرات بامرات الزوضة واولاد. وعلاقتي بيك لصبه ويدي يعني. فكنت عايزة رس تعرف رأي الشرع يعني. يعني. يعني هو متزوج وعنده اولاد. وبيقول لوحدة تانية انا علاقتي بك حب غير هي زوجة اولاد. هو بيقول لها كده صح انا فهمت صح? طيب كم. تمام تمام. طيب شكرا لحباتك. الموضادة بقى هيخلينا نعمل حلقة عن التعدد يعني. اه. تعدد الزوجين. ايه. عشان موضادة اه خطير جدا. اه مش خطير في في حكم الشرعي. حكم الشرعي. التعدد حق الشرعي بما انه ايه من اهات الله. فاحنا لا نملك الا ان اقول ايه. سامعنا واطعنا. تمام. بس. لكن فكرة ان انا اه الراجل ده بيتجاوز ايه? او بيتكلم بالطريقة دي دي. اه. دي بقى عوضية تانية خالص بقى موضوع كبير يعني. اه. فمش مش هينفع يعني اجاوبها عشان مظلمهاش. مش عشان حاجة. بس هو منتواج يا دكتورة معلش. هو ما بيقول لي وضحولي في الكنترول على السلطة نوات. هو متزوج. لما اللي هو ايه? ايه. هو متزوج وعنده اولاد بقول لي واحدة تانية انه بيحبها ومتعلق بيه. او عايز تجاوزها يعني. وعايز تجاوزها مش ما وضحتش. موضحتش. اه موضحتش انه. اه موضحتش. هل العلاقة دي ايه? اه. اه. هي عايزة تسأل تسأل يعني ده صح ولا خلط. طيب اولا هو لو مش عايز تجاوزها. انا مش مش هايرد اقول ايه. يعني ما فيهاش رد يعني. هو لو مش عايز تجاوزها دي قضية تانية خالص. هل هي تقبل هل انت تقبلي انك تكوني على علاقة بدون زواج يعني بدون ما لها هدف نهاية ولا ايه يعني دي قضية بتاعة حضراتك برضو هل انت تقبلي انك تستمر في علاقة ملهاش نهاية طب هتاخد شكل ايه وهتوصل لفين يعني دي نقطة دي تتراجع حضراتك فيها دا كمبدأ فكرة بقى لو هو متزوج وبيقولك الكلام ده عشان يقولك انا عايزة اتزواجك وهي بالنسبة لي هتربي العيال دي قضية تانية يعني اصدقيني موضوع ده انا مش عايزة اظلمك فيه بس موضوع ده ليه عيوبه خطيرة جدا وليه مزايا ويعيوبه مزايا ترجع لطبيعة المرأة يعني ايه يعني فيه ستات كتير جدا قابلة انها تتجاوز زوج انا بكلم مع الزوج مش هتكلم في علاقة انا مرفوضة من الاساسي فهي لو هتتزوج رجل متزوج على اساس ان هي بالنسبة له قصة حب وهو مش عايز زوجته تعرف وده وضع اصبح منتشر جدا جدا وبيعرض كتير فاللي بتقبل لازم تبقى عارفة جزئية مهمة ان هي عمرها ما هتوصل للاستقرار الزواجي يعني فكرة الزواجي استقرار هي مش هتشعر بهذا هو هيبقى زي ما الاستاذ دا قاله ويمكن ده اوضح واحد فيهم اللي لو نوي زواج يعني اللي هو يعتبر ملف شو درع عليها اللي من اخر تتبقى قصة حب وهي استقرار ده صريح ده صريح فاذا هي اراضية هيكمل معاها بفكرة انها هو ان هما عايشين قصة حب بس تبقى في الحلاك اللي هما متجاوزين بسا بدل ما هيبقوا بيتقابلوا حرامي بيبقوا بيتقابلوا حلال لكن مش هتكون لك حقوق مش بمع مش حقوق مش قصدي في الماديات قصدي في المعيشة كاملة في الجو الاستقرار مش هتلاقيه طيب في ناس تردب ده او هلا قدر اقولك ده حلال او حرام اقولك اه حلال طرح ما هو زواجه هو حلال لكن انت بقى طابعتك ونمط شخصيتك في شخصية عملية تقولك فرصة يعني احب ويجي لي ساعتين وانا اردد اشوف شغلي هو اشوف شغله وانا شوف عيالي هو اشوف عياله وانا اعرف ناس تزوجه بالطريقة تيه وكتسعيدة جدا ومعنداش مشاكل خالص مع هزا الوضع بس اهم نقطة انك تبقي فاهمة الوضع يبقى ازاي وتقبليه لو انت مش قبلها وانت رومانسية بقى وانت عايزة يقعد معيك يزوج في البيت ويتغدى معاك ويعمل كذا وكذا وكذا هتحصل مشاكل كتير طب ناخد نادا معلش او اتفدأ ايو ايو اي نادا عليكم السلام اهلا حبيبتي اتفدأ لي سؤالي اتفدأ لي سؤالي اتفدأ لي يا حبيبتي بصي هو انا متجوزة لقلش بسنين تمام وكنت لما اتجوزت كنت اختلت سنة وخلصت ومجزي كان متفق معي ان انا هكمل فاعلين بعد ما اتجوز تمام وبعد كده انا دلوقتي حاب ان انا كامل وهو مش راضي وانا اصلا حاب اكمل عشان اشتغل عشان هو بصراحة بخير هم تمام فهو مش راضي ولا يخلين اشتغل ولا راضي ان هو زويد المصروف لذيك اللي بديه طيب سؤالك ايه يا حبيبتي سؤالي انا اخذ موضوع دلوقتي وصل للطلاق اصلا مم موضوع وصل للطلاق اذنان عايز اكمل تعليم وهو مش راضي انا مش عارفة عامل ايه طيب تمام طيب يا الدكتورة سمعت سؤال حضرتك وهتجاوب عليك شكرا لاتصالك طيب بص يا نادا اولا تاني هقول يا جماعة بعد اذنك طب معلش يا دكتورة بعد اذنك احنا هنطلع فاصل ونوضى بالاسئلة دي ونرجع مفيش مشكلة مفيش مشكلة فاصل وترجعونا تاني ان شاء الله تفضل حضر انا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل ما لك ماشي بتكلم نفسك ليه تعبان جدا من ايه طيب من كل حاجة هو فيه ايه يفرح في الدنيا خنقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل حتى الفلوس مش بتكفي طيب اهدى بس وسبها على الله خلاص انا تعبت الواحد ينتحر ويخلص ده الحل الوحيد سبنا انا مش عاوز اتكلم مع حد لا طيب استنى هقولك على حاجة انت محتاج حد يسمعك هو مين بيسمع حد اليومين دول كل واحد مشغول في حاله طيب اسمع بس الموضوع سهل انت سمعت عن دكتورة جيهان مين دي يعني؟ دي يا سيدي استشاري اسري ونفسي انت فاكريني مجنون؟ لا لا استاذنا بس انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتعل بساطة يا سلام ببساطة كده؟ ايوه انت خسرا ايه؟ وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني اصل عمر الانتحار ما كان الحل الاكاديمية الدولية لتطوير الزاف اختلافك سريت اميود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سؤال ندا اللي هي متزوجة من ست سنين طيب انا بس سؤال ندا وهرجع الاستاذة مرار مش نسيها لان هي محور الموضوع اكتر بس استاذة ندا هقولها كلمتين اه عايزك دايما يعني تعرفون كده ثوابت انا مينفعش اقولك تعملي ايه؟ او اتطلقي او كملي او لا تعليمك اهم كل حاجة دي انت هقولك خطوات معينة تمشي عليها زي ما قلنا تاني هتقافي قدام المراية هتسألي نفسك انت عايز الشخص ده انت عايزة تكملي معاه ولا مش عايزك بتحبيه ولا مش بتحبيه متفهمين ولا لا شكل الحياة لو لو قدر الله يعني قررت الانفصال هتقدر تكملي ازاي وولادك والقصص دي كلها لازم تفكري في كل الجوانب وفي نفس الوقت هقولك اعملي محاولة مع الاهل انه هو ينفذ لك العهد اللي هو اللي كان معهدك بيه انه هو تكملي تعليمك اسعي للجزئية دي البخيل اللي اعملي له مغريات مادية يعني اقولوله انا هتعلم ما اشتغل اجيب لك فلوس يعني اتصرفي يعني ممكن تفكريه في طريقة لو لو هي قصة يعني دي هندور لها على حل لكن مش الحل دايما اتطلاق انا دايما في اطلاق اقول اجعله اخر الدواء الكي اخر الدواء الكي يعني انا معمليش عملية بتر ولا كوي اللي لما اكون خلاص جربت كل الحرور جربت كل الحرور ده نصحتي تمام بالنسبة لنقطة انه تنفسر او لا لا ده قرارها مش قراري خالص تمام نرجع بقى الاستاذة مرار عشان السؤال كان مهم بتاع التعلق والمرض والكلام ده حضرت روحتي قلتي كلمة انا مكنتش انتبهها لها يعني هي ممكن تكون اصدار ان فيها حد نمط وكده ايوه هو ما اسموش بقى مرض ما اسموش هنا مرض اسمه نمط او طباع نمط اه اللي هي طباع فنمطه عاطفي النمط العاطفي عادة قوي ده ثابت بقى فيه التعلق عنده اساسي ومش التعلق ده ما بيبقاش بشخص بعينه بقد ما بيتعلق حتى بالاشياء يعني ممكن يبقى صعب عليه غير ذي كوربيته يبقى حاجته خلاص بايزة ووقعة ومش عارف يقعد عليها وبيحبها ومش عايز يفرد فيها حتى في لبسه ممكن يبقى لابس لبس مش متناسق لانه همه يبقى لابس حاجة بيحبها ممكن يبقى لابس شوز مريح جدا مع انه مش لايق على لبس بس هو مريح وبيحبه ممكن تلبس بلوزة كانت لها ذكرة مع عمامتها لكن بلوزة مش لايق على الطقم اصلا ايه فده بيبقى نمط احنا بنقول بقى ساعتها للنمط ده انت لازم تعمل عملية معالجة لانه برضو كل شيء نزاد عن حضه هيبقى وهتتعب لانه التعلق انا فيه نقطة لازم اقولها ان شاء الله يعني عشان اساسية في موضوع التعلق يعني لا تجعل قلبك يتعلق الا بالله لان كل شيء زائل يعني العلاقة انه مش هتستمر يعني هتستمر بالحياة ومش هتنتهي بالحياة يعني وانتو عايشين مع بعض بحدش هيخضر بك ولا يسيبك ممكن تنتهيب الموت يعني هتلاقي نفسك اللي متعلق بيه حتى لو مخلص وطيب وكويس ممكن يموت ويسيبه ممكن يعني مش شرط بس بس ممكن يعني وارد لان التعلق اصلا مش ميز يعني مش حاجة كويسة ولا في الشارع ولا للزوج يعني نهاردة حتى المرأة المتعلقة بزوجها ورغم ان زوجها ده حلال يعني مش حاجة حرام بس التعلق ده في حد ذات هيسبب لها ألم هتخرج ليه حتى ربنا سبحانه على ممكن حتى لو هو مخلص وكويس وطيب وكل حاجة ممكن يموت مثلا ان ربنا يريد ان يخلصنا له لان انت قلقسي اساسا لله فانت نهاردة لما ربنا سبحانه على يعني من الاقبال اللي انا بحبها جدا ان ربنا يغار على قلب المؤمن ان يتعلق بغيره يعني اتخالي ان ربنا ما يكون بيحبك وليك انت بتحبي حتى زوجك اكتر لا اتعلق بيه اه يعني حتى تتعلق وبعدين خلي بالك من مظاهر التعلق كمان انك ممكن تعصي ربنا بسبب التعلق بانسان سواء باولادك سواء بزوجك سواء بحبيبك سواء باي حاجة بقى هتلاقي نفسك هي كلها فيها معصية حتى لو هي حلال ازاي يعني ممكن واحد يسرق عشان متعلق بأولاده عايز عايشه ومعيشك كويس ممكن يقضها لطريق غلط واحدة تقول لي زوجها ما تبرش امك اطرد امك هو ليه بيرضب بدا متعلق بها لانه لو هو واعي وراجع للمراية لا للصورة اللي نزلنا رواحات التفكير هيفكر شوية انه ما ينفعش لازم يبر امه ما ينفعش انه هو يطيع زوجه في حاجة زي كده انا بتعجب لما بلاقي راجل مقاطع اهله علشان خاطر زوجه طب ما ده برضو بياخدني سؤال بقى يا دكتور ايه اسباب التعلق يعني ايه لي خلينا تعلق بشخص بالطريقة دي في حاجتين بصراحة انا باعتبارها اول حاجة هو فيه شخص ذكي جدا اللي هو اللي بيعلقك به لانه عارف طب يا ريت نرى ده الصورة رقم واحد طب لو ممكن الصورة رقم واحد اللي كنت معنا مبارح اه 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 اول صورة اول صور البازل البازل اللي كان القلب كده وبازل على ما يحضروها انا النهاردة فيه اه 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 الصورة هي شايفين البازل اه 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 الانسان اللي بيحبك صح وبيحصل بتجانس او انتي بتندمجي معاه هو الشخص اللي بيكملك قطعة البازل الصحيحة الحتة النقصة اللي انتي محتاجاها ايه فممكن يبقى كذا قطعة يتشبه تشبه فانتي تبقي متلخبطة ما بين انه بيديك النقصة ولا الاكل هي بتبقاش رجبة كويس يعني ما بتبقاش قفلت معي مش مظبوطة اوي المتعلق ما بيبقاش حاطة البازل المظبوطة اوي لكن المحب بيحاطتها بالزبط لانه مديهالك ومنتهى الحب ومديهالك باريحية حتى ايشنا واحدة بنلعب لعبة البازل تلاقي القطعة الصحيحة دخلت من غير مجهول ايوة دي بتبقى اه صحيح لكن التانية تحاول يتلاقي نفسك الله ما شكلها هي وتفضلت تغضغطي عليها تدوسي ورشي ايوة دي حياتي رغم ان شكلها تشبه تماما صحيح الحتة النقصة شكل القطعة الاصلية فهو ده بالزبط المتعلق اللي هو بيعلق به هو بيمثل بيمثل ان هو بديكي قطعة النقصة بيلعب على الحتة دي لكن هي مش حية دي وانت ودليل انك انت هنا بتقولي يعني ما عرفش ليه مرتاحة مع اي ناس مريحاني لانها الموضوع داخل بسهولة مع شخص تاني مع انه بيعمل نفسي اللي ناس بتعمله بس مش عارفة لي مش عارفة ارتاحه اقدر اقول كده يعني اللي انا فهمته ان بداية الحب الراحة ولا مش شرط ممكن ارتاح لحد ومحبوش لا مش شرط ممكن يحصل بعد كده تناقض اه يطلع ان انا راحة وهمية خطأ زي ما قلتلك ممكن يكون الشخص اللي هو بيعلقني بيه ده شخص زكي يعني عارف عارف كده شخص عارف حتة العجبات سرع ورح تغلي عليها فانت ارتاحتي فانت ان لما بترتاحي وما مررتش الكلام على العقلك خلاص هنا بتقعي صحيح معلش انا ما جاوبتكيش على تقلق اللي هي اللي خلينا نتعلق او السبب فقلت لحديك السببين اول سبب ان هو الشخص نفسه زكي وعارف ازاي يدخلك من المدخل الصحيح والسبب الثاني بقى ان انت عندك الاستجابة دي انت عايزة كده عندي استعداد لكده اه عندك الاستجابة دي انت عندك استجابة لانك انت محتاجة عارفة انا بالزبط لقيتك عشانة وانا زكية رح تجاي بالك كباية معي فانت من عطشك رغم انك يعني مش هتكف في الماية دي بس عطشانة خلاص اخدتها مني بدون تفكير بعيني ممكن تكون حطالك فيها بقرة سمة وانت مش عارفة مش واضح مش واضح مش واضح بس انت تسرعتي اخدتها بسرعة لانك عطشانة وده الحقيقة دايما نصحتي يعني عشان ما تقعوش في الجزئية دي دي نصحة اخيرة اخذاري اخذاري السرعة بتتعني السلامة لا اعلامة دي سمعتعمل حد كبير في السنة السراحة وتعلمتها منه ومش قادرا ساعة اعلامة النص بالسرعة اه دايما تلاقي اللي بينصق بيجي يقولك ايه اه ما حكي ميت جنيه دلوقتي بس عشان انا حصلي في الطريق مش عارف ايه اه لكن هو لو متأني او هادي او فكتر شوية لا لو هو بيقولها لك بيجوه هتلاقيه ممكن تتحري فيها هتلاقيها خلاص تاني معلش هو وقتنا للأسف الوقت بيخلص بسرعة جدا بحباتك طيب معلش حباتك هتقولي بس سؤال الحلقة اه تمام طيب بالنسبة لسؤال الحلقة من هي اه بالنسبة لده الحب من هي احب زوجات النبي او رسول صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد عائشة بنت ابيبك حفصة بنت عمر بن الخطاب تمام مين من انتها بنفكركم بس يا جماعة بعد اذنكم الاجابات هتتجمع اخر الشهر تلاتين اجابة كاملة وصحيحة وبعد اذنكم عشان في كتير جدا بيبعث ينسى يبعث بياناته لازم الاسم سلاسي علشان ممكن تتشابه الاسماء مع غيركم فالاسم يكون سلاسي ويكون فيه رقم تليفون شغال نقدر نتواصل معاكم علشان الجواز ان شاء الله وايميل دي شروط المسابقة دي شروط المسابقة علشان بس ايه والمسابقة على الشاشة تمام وبترسل الاجابات كلها مجمعة تلاتين حلقة في الاخر ان شاء الله في اخر الشهر هنقولهم على صفحة البرنامج هنبعث الاسئلة وبإذن الله هنعلن عنها سخر حاجة يا دكتورة في نص دقيقة عشان دات سألته كذا مرة من كذا حد الكورسات نظرا لان دوقتي موضوع الكورونا والحاضر الكورسات ممكن تكون اونلاين هي اساسا اونلاين هي اساسا اونلاين انا كنت عايزة احنا على اجابة لي لان انا كل اللي بيحضروا معنا من الدول العربية كلها وفي ناس من امريكا على فكرة معنا وفي ناس من اسبانيا وفي ناس من كذا ما كان احنا فتحينها للكل هي اساسا اونلاين خلاص مرسي لحضرات الجدة حالك نورتينا وبتيجيت في ديني انا قبل اي حد مرسي لحضرات الجدة نورتينا الف الف شكرا مرسي جدا مرسي ليكم مستنينكم بكرة في نفس المعاد ان شاء الله وحلقة جديدة وبعنوان جديد شكرا ليكم وكل سلامة طيبين السلام عليكم انا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل مالك ماشي بتكلم نفسك ليه تعبان جدا من ايه طيب من كل حاجة هو فيه ايه يفرح في الدنيا خنقة البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل حتى الفلوس مش بتكفي طيب اهدى بس وسبها على الله خلاص انا تعبت الواحد ينتحر ويخلص ده الحل الوحيد سبنا انا مش عاوز اتكلم مع حد لا طيب استنى هقولك على حاجة انت محتاج حد يسمعك هو مين بيسمع حد اليومين دول كل واحد مشغول في حاله طيب اسمع بس الموضوع سهل انت اسمعت عن دكتورة جيهن مين دي يعني دي يا سيدي استشاري اسري ونفسي انت فاكريني مجنون؟ لا لا استنى بس انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتهى البساطة يا سلام ببساطة كده؟ ايوه انت خسرا ايه؟ وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني اصل عمر الانتحار مكان الحل الاكاديمية الدولية لتطوير الزاك اختلافك سر تميزك اشترك عندما اشتركوا في القناة نانت عربي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة